اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقتصادية نحصائية تقول انه تقريبا 60% من الاقتصاد التونسي موجود في القطاع الغير مهيكل التجار الغير مهيكلين الموجودين في الشوارع متاع القصرين كلها كانت تتمنى انه بعد الثورة يلقوا حلوب ولكن الوضع الاقتصادي ماسمحش فخلى كثير منهم يواصلوا انهم يشتغلوا في القطاع الغير مهيكل تصفر منها كل مافش ها؟ شباب كل واحد يجب دخان يجب خزرة ويأخذ مكان في الطريق العالم حاولنا أن نشوفوه كحل هو خلق نوع من الحوار ما بين التجار هذوما اللي موجودين في الشارع وما بين البلدية اللي في العادة كان مبيناتهم نوع من النزاع وما يتقابلوش وما يتحدثوش The work that we've done in Gazirine is that we work with the local people, help train them in peace-building techniques which they apply to the conflicts in their areas that they understand best. Those people then work with the local people to resolve their own conflicts. So they own the conflict, they own the solutions. الحملة كانت فيها شرطة، فيها التجارة، فيها الولاية، فيها البلدية، نفس كل. وحطينا مع بعضنا نوع من خطوات العمل، شنية المراحل بتاع الحوار، شنية الأهداف كيفية المتابعة نتذكر في أول اجتماعكم نبيه تقريبا بعد عشر دقائق من انتلاق الحوار واحد من العمل الغير مهايكلين هذوما هدد بانه يحرق نفسه. فحاولنا انه نشوفوا طريقة لإيجاد حلول في آخر الاجتماع، الشخص هذا بيدو اللي قال أنا باش نمشي نتصل بالتجار ونجمعوا أموال نساعدوا بها البلدية باش نلقاوا حاوية نحط فيها الفضالات متاعنا ونحاولوا ننظموا الوضعية. نشوفوا طريقة بالتجار والأموال نساعدوا للمشي قام بشيتي، فهناك حادث ونحاولوا ونحاولوا المشاريع التي نمنعوا بلد ما يشوفوا اشتركوا في القناة